كما تسعى مصر وصربيا لتحقيق الشراكة الاستراتيجية لا تتعود بالنفع على كلا الجانبين وشهد التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعا ملحوظا في قيم الواردات والصادرات بين البلدين الفترة السابقة اتفاقيات تعاون وبروتوكولات اقتصادية تجمع مصر وصربيا على مدار عقود اتفاقيات تشمل تجنب الازدواج الضريبي وتشجيع الحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين فضلا عن مذكرات تفاهم في مجال الثروة المعدنية والخدمات الجوية والبيطرية التبادل التجاري بين البلدين شهد ارتفاعا ملحوظا في قيم الواردات والصادرات بين البلدين الفترة السابقة الصادرات المصرية الى صربيا تشمل العديد من المجالات والتي تشمل الخضروات والفاكهة والنباتات وقيوط القطن والنباتات في حين تشمل الواردات من صربيا الأخشاب والمعدات والمواد الخام في نوفمبر عام 2020 قام وفد صربي بزيارة لمصر ولقاء مع وزير الدولة للإنتاج الحربي حيث بحث الجانبان موضوعات التعاون في المجال الصناعي الحكومة المصرية أكدت الاهتمام بتعزيز التعاون مع الشركات الصربية في مختلف المجالات بما يحقق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين العلاقات الاقتصادية بين مصر وصربي امتدت لتعزيز التعاون في مجالات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك قطاع الأعمال العام والاستثمار مجلس الأعمال المصري الصربي المشترك قام بدوره ببحث تنمية العلاقات والتطرق لمقترحات تسهيل منظومة التجارة الثنائية والتوجه لإنشاء مجموعة عمل تنبثق عن اللجنة المشتركة تختص بالموضوعات التجارية اللقاءات المختلفة بين مسؤولي الدولتين تترقت لتطوير النقل النهري بالنظر إلى محورية نهرين نيل والدانوب في البلدين خاصة على ضوء الخطط الجارية في مصر لتطوير المجرى الملاحي لنقل البضائع وخطط التطوير للموانئ النهرية المعلنة من جانب سربيا التي تعتبر أحد الدول المشاطئة لنهر الدانوب باعتباره القناة الرئيسية لها للربط مع الشحن البحري ترجمة نانسي قنقر